بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثامنة من مادة مبادئ الاقتصاد الكلي الوحدة بعنوان البطالة في البداية بنتحدث أولا عن تعريف البطالة وبنقول هناك تعريفا واسعا أوصد به منظمة العمل الدولية والتعريف ينص على أن العاطل عن العمل هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معين بالعمل وهو قادر على العمل وراغبا فيه ويبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه لا يجده المفهوم اللي احنا أرناها الآن بيبيلنا أن العطالة هي عطالة إجبارية أو البطالة هي بطالة إجبارية لشخص ما هذا الشخص قادر على العمل ولديه الخبرات والمهارات والكفاءات وهو فوق سن معينة يعني غير مش تحت 15 سنة ولا هو متقاعد مع فوق 60 سنة وما إلى ذلك ولكنه شخص طبيعي جدا فوق 15 سنة وتحت 60 سنة وهذا الشخص يعني قادر على العمل ولديه الخبرات والكفاءات والمهارات وهو كمان هذا الشخص يرضى بالأجر السائد الموجود في المجتمع ولكن رغم كل ما ذكرت إلا أنه لا يجد فرصة جيدة للعمل وبنقول أن هذا الشخص يمثل جزء من البطالة الإجبارية إلا على أساسها بتحسب معدل البطالة في أغلب دول العالم بنقول معدل البطالة يعني يحسب بطريقة سهلة وبسيطة يحسب معدل البطالة بقسمة عدد العاطلين عن العمل على إجمال القوى العاملة ضرب 100 وطبعا نقصد بالقوى العاملة دلوقتي من السكان جميع الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه واللي بيبحثوا عنه ويتم في العدد طبعا استبعاد الأطفال تحت سن 15 سنة وقبار السن والمتقاعدين أو العاجزين أو رباط البيوت أو حتى الطلاب ثالثا بنكلم الآن عن واقع البطالة في المملكة العربية السعودية وأقصد بواقع البطالة هنا واقع البطالة بين السعوديين فقط على اعتبار طبعا أن المملكة العربية السعودية يقطنها ويعيش فيها السعوديين وغير السعوديين من المقيمين أو الوافدين فأنا أقصد الآن واقع البطالة بين حامل الجنسية السعودية فقط أي المواطنين السعوديون فأكلم بنقول تشير البيانات الرسمية إلى تناقض صارخ وتناقض كبير جدا يشهده سوق العمل في المملكة العربية السعودية ففي حين يرتفع معدل البطالة إلى 9.98% يعني 10% تقريبا بين السعوديين نجد أن العمالة الوافدة في المملكة بتزيد عن 6 مليون عام الوافد وذلك وفقا لبيانات عام 2010 ميلادي ونستعرض الآن واقع البطالة في المملكة العربية السعودية في نقاط محددة على النحو التالي واحد خصائص سوق العمل السعودي بنقول من أهم خصائص سوق العمل السعودي النقطة الأولى انخفاض نسبة السكان المساهمين في قوة العمل حيث تصل تقريبا إلى 30% وطبعا دي نسبة منخافضة جدا إذا قارناها بالمعايير الدولي النقطة الثانية من خصائص سوق العمل السعودي انخفاض نسبة مساهمة الإناس السعوديات في سوق العمل والتي تصل إلى 7% فقط النقطة الثالثة سنائية سوق العمل السعودي حيث نجد أن القوى العاملة تتكون من فئتين الأولى عمالة مواطنة بتشكل نسبة 49% فقط بينما العمالة الوفيدة تشكل الأكثرية في سوق العمل السعودي حيث تصل إلى 51% بنقول أن سوق العمل السعودي بعد كده من أهم هذه الخصائص برضو لسوق العمل السعودي بنقول أن سوق العمل السعودي سوف يواجه صعوبات كبيرة جدا في استيعاب خريج الجامعات وهذا ما تشير إليه توقعات نمو القوى العاملة الوطنية المستقبلية من جهة والتوجهات الاقتصادية من جهة أخرى ليه بنكلم بهذا؟ نحن ليس متشائمين ولا شيء ولكننا نستقرئ الواقع فالقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية للأسف شديد قد وصل إلى مرحلة التشبع من الخريجين منذ عدة سنوات أما القطاع الخاص والذي يعول عليه في استيعاب الخريجين ماذا لا يعتقد بعدم مؤمة الخريجين السعوديين لمتطلبات سوق العمل اثنين أسباب الحاجة إلى العمالة الوافدة في القطاع الخاص بنقول من أهم أسباب التي تستدعي إلى الحاجة إلى العمالة الوافدة في القطاع الخاص أهمها ما يلي واحد انخفاض مستويات الأجور للأيدي العاملة الوافدة مقارنة بالأجور المطلوبة من العمالة الوطنية الحاجة الثانية توافر سوق مفتوحة للعمال الوافدة من عدة مصادر بيتيح للقطاع الخاص الاختيار منها مع ما يتوافق واحتياجاته الحاجة الثالثة التي تدعو أساسا للحاجة للعمال الوافدة أن الشاب السعودي أساسا الرغب في العمل لا يرضى ولا يقبل بالعمل بالقطاع الخاص فالأجر منخفض من وجهة نظرية والجهد المطلوب كبير الحاجة الرابعة أصبحت معظم الشباب السعودي الباحثين عن عمل لا يريدون إلا وظيفة إدارية أو حكومية أو عمل مكتبي حتى لو كان تخصصه مهني أو فني زي خريجي المؤسسة التقنية الحاجة الخمسة توافر الكفاءة والخبرة التي يحتاجها الكطاع الخاص تقريبا في العام الوافد والتي قد لا تكون متوافرة أحيانا لدى العمالة الوطنية في بعض التخصصات وعلى هذا نقول أن الكطاع الخاص السعودي نفسه يفضل العمالة الأجنبية على العمالة المحلية لأسباب منطقية من وجهة نظره ومن ناحية أخرى نجد أن المواطنين والشباب السعوديون لا يفضلون العمل في الكطاع الخاص ويحبزون العمل في الكطاع الحكومي وذلك برضو وفقا لأسباب منطقية من وجهة نظرهم وطبعا كل ده بالإضافة لما سبق نقول أن الكطاع الحكومي لم يعد قادرا على توظيف المزيد من السعوديين الخاصية اللي بعد كده أو الخاصية الثالثة من خصائص سوق العمل السعودي اللي هي البطالة والأمية بنقول تشهد المملكة الظاهرة فريدة من نوحة وهي زيادة نسبة البطالة بشكل كبير جدا بين حملة المؤهلات الدراسية حيث للأسف الشديد تبدو مؤسسات التعليم والجامعات وكأنها مفرخة للعاطلين عن العمل أكثر من قونها مساهمة في جهود التنمية حيث لا تزيد نسبة العاطلين من الأميين عن فاصل 23 من 100% فقط يعني العاطلين عن العمل أو يعني الأميين في المملكة اللي غير متعلمين في المملكة ما عندهمش نسبة بطالة بينما البطالة الحقيقية هي ما بين المتعلمين من حملة الشهادات المتوسطة والعلي الخاصية الرابعة لها البطالة والمرأة بنقول بمقارنة نسبة مساهمة البطالة في القوى العاملة في المملكة العربية السعودية بنظيراتها في أدول أخرى نقول أن مساهمة المرأة السعودية في قوة العمل بلغت فقط 8% بنقول ترجع بطالة الإناس في المملكة لأسباب عديدة من أهمها أن المهن المقبولة اجتماعيا لعمل المرأة والتي تتنسب مع طبيعتها وظروفها طبعاً بتبقى في الحقيقة أقل لكثير من المهن المتاحة للذكور الخاصية الخامسة من خصائص سوق العمل في المملكة العربية السعودية اللي هي البطالة والشباب بنقول وصل عدد العاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية إلى حوالي 414152 عام 2009 وذلك في الفئات العمرية من 15 لحد 40 سنة طبعاً الفئة دية أو العدد ده يمثل أدية بالضبط يمثل 99% من جملة المتعطلين في المملكة في عام 2009 وهو ما يعني بشكل واضح وصريح ولا يقبل الجدل أن البطالة في المملكة ما هي إلا بطالة شباب ترجمة نانسي قنقر